بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم جميعا الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في الدرس الثالث الرابع والأربعون من دورة خط الرقعة الثامنة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين إن شاء الله نستفتح مع خير الكلام مع أخي أحمد عبد الغني فليتفضل أخوي أحمد ومتزير الحضرتكي أخي أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يزاكم الله خيرا أخي أحمد ونفع الله بكم وتكبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال مرحبا مجددا بحضراتكم جميعا الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في الدرس الرابع والأربعون من دورة خط الرقعة الثامنة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين إن شاء الله يا أخواني الكرام بقي عندنا إن شاء الله اتصالات تكلمنا في الحصة الماضية عن اتصالات حرف العين مع الطاء والعين مع العين والعين مع الفاء والعين مع النون بشكليها والعين مع الميم والعين مع الكاف وكتبنا كلمة تغريد وغردقة وغسيل بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم غردقة كانت في الحصة السابقة لها وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إن شاء الله بإذن الله بعد أن تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا أستاذ الشرين بإذن الله يا مرحبا يا أستاذ نفين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين اليوم إن شاء الله بإذن الله سنكتب العين مع الواو والعين مع الياب وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نكتب آية أو جزء من آية إن شاء الله بخط الرقعة بعد أن نصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أمين طيب يا أخواني الكرام ناخد إن شاء الله لقطة أو نظرة لشكل العين مع الواو بعد أن نصل على النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا يا أخواني الكرام أهو حرف العين مع حرف الواو صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم العين مع حرف الو والعين مع اليا بعد أن نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العين مع الو هنا أمام حضرتكم يا كرام صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله نذهب إلى الكاميرا الخاصة بالعمل بعد أن نصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حدا عنده استفسار يا اخواني الكرام في الدروس الماضية العين والهاء والهاء ما فيش مشكلة نأخذها ان شاء الله باذن الله يا اخي احمي اللي هي على اليمين دي لحدرتك بتكلم عليها على اليمين دي صالنا على النبي صلى الله عليه وسلم ودي نأخذه من شاء الله باذن الله حاضر من علي نعم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نتوجه ان شاء الله للكاميرات العملي. بعد ان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امن. يا مرحبا بالاستاذة هدى حبيب. اول مرة تحضروا معنا. عرفتش حاجة كتير. الدورة كلها خلاص. حضرتك اول مرة تحضروا معنا. استاذة هدى حبيب. نعم. يا صلى الله لكم الخير. يا صلى الله لكم الخير. ان شاء الله تستفيدهم باذن الله سبحانه وتعالى. احنا في نهاية الدورة. يعني بس عدة من حضرتك اربعة واربعين درس. وكل درس اقل شيء جزئين او ثلاثة اجزاء. واحيانا بيوصل اربع اجزاء وخمس اجزاء. فان شاء الله ولكن ستستفيدهم باذن الله. يعني حتى لو حضرتوا الدورة في نهايتها. فهناك استفادة. على الاقل هتاخدوا خلفية وهتكتبوا مع زميلة حضرتك يعني ان شاء الله باذن الله. طيب. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. طيب كويس. كويس ان حضرتك اخدتي دورة ركعة. شاء الله باذن الله. ده هيفيدك آآ يا مرحبا يا استاذ أمال الصيد من ليبيا. ده هيفيد حضرتك ان شاء الله كثيرا باذن الله. صلو على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علي صلاة والسلام. هنبدأ ان شاء الله بحرف آآ العين مع حرف الواو. وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين نشوف شكل العين يا خوني الكرام. قبل السطر بنقطتين ان شاء الله بإذن الله. باجي من فوق السطر بنقطتين يا اخواني الكرام هكذا. واخد بداية العين. احنا بنشتغل بالبوصة يا استاذ اهو ده. ازا حضرتك عندك خلفية واشتغلتي في الدورة اللي فاتت بالبوصة او او مش عندك خلفية بنزل على طول يا قال حسن خطك اونلاين. ما باخدش الكتف الزيادة اللي حضراتكم عارفين. وبنزل مائل في اتجاه اليمين. هاجي هسحب منه اهو حضراتكم. وامشي سيدة اطلع نقطتين. هي قريبة الشبه تماما من الكاف. جدا. صلنا على النبي. انا هخرج نقطتين. واقف. وارجع لف نقطة للخلف. وانزل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. اصبح الجزء ده. طالع نقطة. ارتفاع عن السطر نقطتين. فيه هنا حوالي نقطة. المسافة دي نقطتين. وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرأس. بعد ان صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني نقطة. ويزيد قليلا عن نقطة. رأس الواو. وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هاخد يا كرام حرف الرأة. انا نزلت في حدود نقطة. بعدين بنزل بحرف الرأة اهو. اهو. انا رسمته تماما يا الحسن خطك اونلاين. اهو. الخروج ده حوالي نقطة ونص. عفوا نقطتين ونص. الى نقطتين. صلنا على النبي صلى الله بعدين بلونه ازا حبيتم ان انا ايه? الونه بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء اللي تحت ده اكتر جزء يعني نازل ومنخفض في الواو. اللي هو الجزء الاولاني ده يا كرام. بس مش منكسرة. هي دورانية ان شاء الله باذن الله. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. حرف العين مع الواو. صلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب. عليه الصلاة والسلام. عند حضرتك قصبة وقلم اتنين ملتي. كويس جدا. اشتغلي بالقصبة احسن. اذا في قصبة اشتغلي حضرتك بالقصبة افضل يا استاذة هدى. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مرة العين مع الواو. ببدأ من هنا يا استاذة شيري. بامشي في اتجاه اليمين. وبروح حاطط على نفس اللي بدأت منه. واروح واخد منه ونازل. واروح جاي من قدام هنا من برة وساحب بهذا الشكل. ولافف ونازل. واروح نازل بهذا الشكل اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا سحبتها مرة واحدة. علشان يكون شكلها افضل من اللي سابقة لان انا توقفت فيها. فيكون شكلها اوضح. هنا نقطة وهنا نقطة. يعني بنزل هنا دي نقطة. الكريب باية دي. والنزول والدوران ده النقطة الثانية. والمسافة دي نقطة. والخروج ده حوالي نقطة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. والرأس ايه? نقطة. عليه الصلاة والسلام. والجزم ده حوالي نقطتين ونص. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. هنشوف العين مع حرف العين مع الواو. بعدين العين مع حرف الايه? اليا. بعد ان صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هبدأ اعلى كمان من العين مع الواو. يعني هبدأ من اعلى كمان. ليه? لان اليا بتجلس على السطر ما بتنزلش من على السطر. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبكون حوالي تلات نقاط فوق السطر. هكذا. بسحب منها انسل. باجي من برة. بحوالي نقطة. وارجع حوالي نقطة. وانسل. كمان مرة. باجي من فوق السطر بنقطة. اسحب. باجي من برة. حوالي نقطة. ارجع حوالي نقطة. انزل. يعني اتكوز تانا جاية اهو. متكوز شبه متكوز اهو يا جماعة الخير. خط ده في شبه تكوز. بعدين اقف. ارجع يا الحسن خطك اونلاين بهذا الشكل. بعدين اسحب منه. اطلع بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبا النقطة دي خروج ونقطة نزول. النقطة الدورانية دي. وفي هنا نقطة. اللي هي عند خط الاساس. اللي بتنزل منها الياء. واللي جوه ده حوالي نقطتين. والصعود ده. رايح اشير الى حرف. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الى رقم الى رقم الساعة واحدة ونص تكريبا. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب. قلنا الرأس نقطتين. هي في كل العين. في كل العين. كل العين المبتدئة هي النقطتين دول. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. خلصنا كده العين مع الياء. هنشوف حضراتكم العين مع الياء مرة اخر. هنكتبها مرة اخر. انا باجي من فوق. بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنزل. ناشفه. وجاءت المي اليمين. ميل جاءت اليمين. وبعدين. باجي من برة. بسحب. اطلع نقطة. واتدور على نقطة. نازل مدبب يا استاذة شيرين. اهو. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بروح واخد منها. وراجع. بالتخين ده. اهو. هنا تخين بقى واقف. وانزل مدبب هنا. هروح سحب منها. ولفف مباشرة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. سطر الاساس اهو. نقطة. دي نقطتين. ودي تلاتة في الداخل. والنزول ده على نقطة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة خروج ونقطة دورا. طيب هنشوف العين مع الهاء هاء هاء. او العين هاء تاء. طبعا هكون انا قبل سطر الاساس بحوالي نقطة. ارتفع عن سطر الاساس بحوالي نقطة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. باخذ من هنا اهو. هخرج. على تحت. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مر. اخذت حلية او رأس العين. فوق السطر بحوالي نقطة. اخذت كتف العين او الظهر العين اهو. هنزل. هروح نازل على طول. بس في نسبة يعني مش انكسار. انا جاي هنا ناشف. دي ناشفة. اللي قبلها دي ناشفة. هنا بنزل بتدور. يبقى انا جاي ناشف. واروح متدور. وتخين. ده رفيع. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. في نسبة ميل بطلع في اتجاه الساعة اتناشر ونص. يعني انا خارج مش عمودي يا جماعة الخير نسبة ميل. ومنتحت عمل ايه يا جماعة الخير مدبب. مدبب. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعدين حضراتكم هروح جاي واخد من الصعود اللي حضراتكم شوفتو ده. هروح جاي حضراتكم. جاي بهذا الشكل. من فوق اركب علي اهو. همشي حوالي نقطتين. انا جيت من فوق نفس الباق. فاكرين الباق مع الهاء. بتاء المربوطة. انا هنا جلست عالسطر. يبقى حضراتكم انا هنا ما جلستش عالسطر. هنا اعلى من السطر بحوالي نقطة. نزلت حوالي نقطتين. والجزء ده قلنا مدبب. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين. اجي من فوق اركب عليها كتف الباق. اكنه حرف الباق. بعدين يا كرام اجي. هروح واخد ده نقطتين ايضا. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. واروح جاي لافف. بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. حرف الهاء. مع الهاء مع الهاء او الهاء مع الهاء مع التاء. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده مقطتين. وده مقطتين. والارتفاة ده ايضا مقطتين. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. والخرج ده مكتة. والرأس هنا مكتتين اهي رقم اتنين بينها اهي بين الخطين. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. نشوف الهاء مع الهاء. مع الهاء الفيونكة اللي شكلها عاملة زي الفيونكة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما فيش نقاط على طول انا بنزل. يعني انا الجزء ده بروح نازل بس يد وبك اخرج كده لانه شبه مستقيمة هو روح نازل على طول. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. طيب هنشوف العين يا اسد زي كرام. مع الهاء اللي في وسط الكلام. ونركز عليها عشان دي اول مرة تقريبا او تاني مرة نكتبها. فهيبقى شكلها جديد علينا. وكل خطوط الركعة ناشفة. الا الهاء دي. الهاء دي نسيابية جدا. ما ينفعش اعمل فيها ناشفة. حتى الهاء اللي لسه كانت بينها واخدين بل حضراتكم. لسه كانت بينها بناشفة. لكن الهاء دي معظمها نسيابية. او اغلبها نسيابية جدا جدا يا اخواني الكرام. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب هنشوف ازاي مع بعض. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. اهو يا اخواني الكرام. انا باجي من فوق سطر الاساس. بحوالي يا كرام ثلاث نقاط او نقطة ونص. وابدأ اخد العين اللي هي النقطة الرابعة. يعني بطلع بفوق سطر الاساس بحوالي اربع نقاط. خلينا نشتغل على السطر الجديد ده. اهو حضرتكم. هاجي من فوق السطر واحد اتنين تلاثة اربع علشان اخد حرف العين. دي بداية العين. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم الجزء ده هيكون شبه مكوس بهذا الشكل. خلي بال بحضرتك بقى. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم منتخيل رفيع. منتخيل رفيع. واروح واخد ناشف. زي النزل الياء. دي الحتة الوحيدة لناشفة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. واروح واخد افقي اهو. نزلت لغاية سطر الاساس. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هطلع. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اطلع في هذا في هذا يعني اوصل لهذا الشكل على نفس الامتداد. باروح قالب رايح لجوه. بحرف زي الفا. مهم. شفنا. واروح خارج. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. واروح نازل منها. مكوس بهذا الشكل. هطلع نقطتين. واروح نازل. بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. حيث بقى تحط نقطتين اهم. طيب المسافة دي نقطتين. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. انه الزلد على النقطة. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطتين ونص صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا الخروج ده حوالي نقطة النزول ده خروج ده نقطة والدوران في النقطة التانية صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم ده حرف العين مع الهاء ممكن بدل الهاء دي هأخذ الهاء الناشفة اللي هي بهذا الشكل هتكون كده انا طالع بدل ما هي دورانية بدل ما هي منحانية كده لأ هطلع بهذا الشكل ناشف كده واروح طالع وامركب الايه وامركب حرف الايه التاء يا كرام صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نشوفها مرة اخرى عشان الاخوة مستصعبينها الاخوة الجداد والقدام ان شاء الله يقدروا يشوفوها مرة اخرى صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يلا كمان مرة تكرار بيعلم الشطار نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انا باجي من فوق من عندي سطر الكمة اهو اللي يرتفع حوالي خمس نقاط من فوق سطر الاساس وراح واخد منه ونازل بهذا الشكل صلونا على النبي صلى الله عليه وسلم وآجي هروح جاي من برة بهذا الشكل هروح جاي من تدور اهو ناشف بقى المرة دي صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم خركت نقطتين باعف هاتي العصية بتاعتي المائلة اهيه ارتفاعها ايضا نقطتين وركب حرف الايه الها سطر الاساس بتاعه صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طيب يبه حرف تا مربوطة او ها نقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم نقطتين والارتفاع ده حوالي نقطتين صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم والخرج ده نقطتين والدوران ده على نقطة ودول نقطتين ونص صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اللي استقر على سطر الاساس بداية الجزء دواني يعني الجزء الجزء من بداية نهاية الها هنا بدأنا ننزل جوة سطر الاساس صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده حوالي نقطتين وهنا نقطة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبدأ العين مع الها مع الها يا كرام طيب ان شاء الله بإذن الله أنا كده خلصت ولا لسه في حاجة تانية يا أخي أحمد في العين كده انتهينا ان شاء الله صح وكتبنا الكلمات صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هنشوف ان شاء الله مع بعض هنأخذ جملة أو آية كرآنية مع بعض فيها في صفحة 75 في كتاب الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في صفحة 75 في كتاب الأستاذ أحمد صبري زايد بعد أن نصاله على النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى هنتوجه ان شاء الله يا أخواني الكرام نشوف نأخذ منها لقطة الآية اللي هنكتبها ان شاء الله في صفحة 75 من كتاب الأستاذ أحمد صبري زايد يا كرام وكل عماله حرف الألف والعين أهو بقى حضرتكم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ناخد من الأية دي لقطة علشان هنكتبها مع بعض إن شاء الله طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نتوجه إلى الكاميرا الخاصة بالعملي يا آل حسن خطك أونلاين يا مرحبا يا أستاذ سعد فرحان من العراق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أمين يا جماعة الخير الأخوات الأستاذ الأستاذ أسماء البنباني والأستاذ هدى حبيب أهلاً وسهلاً الأخوات الجداد معنا يعني إن شاء الله بإذن الله بتستفيدوا معنا النت لو فصل أو البرنامج الزوم بيفصل بعد أربعين دقيقة من بداية الحص فلو فصل إن شاء الله بإذن الله بندخل مرة أخرى يا أسد زاكرة صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هنكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط صغير بقلم صغير إن شاء الله بإذن الله وبعدين نكتب الآية الكريمة للشاشة حاضر لأي شيء حضرتك محتاجين لقطة للكتاب صح؟ طيب أخي أحمد هيرسل لكم الكتاب كله إن شاء الله بإذن الله والآن أنا سأفتحه مرة أخرى تأخذوا منه لقطة إن شاء الله بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم خضلوا يا أسد بسم الله تقدروا تكمبروا الصورة زي ما انتوا عايزين صفحة عملوا زوم وإن شاء الله بإذن الله تكتبوها إن شاء الله بإذن الله طيب نركز بقى مع بعض إن شاء الله في الكاميرا الخاصة بالعمل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا اخويا احمد. اخويا احمد عبدالغاني ارسل النسخة اهو. افتحوا رابط دي كتب. ده رابط الكتب كلها يا اخويا احمد. الرابط ده في كل الكتب. بس بحسوا عن كتاب الرقع للاستاذ احمد صبري زايد. اللي انا هوريكم اه شكله من برة. علشان مش تتعبوا كثيرا. الكتاب اهو. اول صفحة في الكتاب اللي هي بهذا الشكل. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اول صفحة في الكتاب يا اسد زاكرة. دي اول صفحة في الكتاب. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكتب الاول البسملة. انا كتبناها من قبل يا استاذ نفين. وان شاء الله سنكتبها الان مرة اخرى بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. انزل حوالي نبت طين. بطلع بحرف الراء بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي هناك فوق في الكتاب فوق لفظ الجلالة. بس انا عن نفسي ما بحبش احط حاجة فوق لفظ الجلالة او هاء لفظ الجلالة. صلى الله عليه وسلم. يعني الكاتب هو حضرته. كتب الهاء في لفظ الجلالة وحط الالف فوق. انا ما بحبش احط حاجة فوق لفظ الجلالة يا اخواني الكرام. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. حرف الحاء. ااخذ منه. واتدور. وانزل بحرف الايه. علشان اعمل الميم مع النون. بنزل بروفيع اهو. وبعدين هاخذ منه. وهنزل. بالنون حضراتكم النون الايه? النون المنسدلة دي كان مفروض. ده يا جماعة الخير? في حاجة? انا لو ارتفعت جامد هطلع من. فاحيانا احيانا يسمح بان انت تنزل تنزل بعض الشيء من سطر الاساس. طيب علشان دي معلومة جديدة. يعني احيانا يعني يقول لك زي المسكوت عنه. واخد بال حضرتك. فاحيانا لان الحرف هيطلع كتير? لأ فانت ممكن تنزل شوية عن سطر الاساس. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. علي الصلاة والسلام. الرحيم. حرف الالف. هنخليه تحت اللام. بعدين هاخد من الالف. همشي نقططين. وانزل علشان اعمل حرف ال ايه. الرأي يا كرام. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعدين هاخد لي الالف. هنا ايضا. بعدين الميم. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ من اول السطر. وكل. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم امين. هاجي حضرتكم من فوق سطر الاساس اهو رأس الواوي اصد احمد عبدالغني. واخذ منها وانزل. اهو. حرف الكاف. حرف الكاف. بعدين اللام. بمشي حوالي نقططين. بعدين حرف اللام. بنزل نقطة. واقفل اللام. بالنقطة التانية. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم.